الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول الله وبعد مقرر الآيات الكريمة اليوم من الآية 113 إلى الآية 115 فلننتبه ولا ننسى أن نربط نهاية الوجه بالآية الأولى من الوجه التالي حتى نربط بين الوجهين إن شاء الله جل وعلا وهذا هو الحفظ التسلسلي شرح الآيات قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يعني ليس أهل الكتاب متساوين فمنهم جماعة مستقيمة على أمر الله عز وجل مؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقومون الليل مرطلين آيات القرآن الكريم مقبلين على مناجات الله عز وجل في صلواتهم ولعل هؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وإذا سامعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهدين وما لنا لا نؤمن بالله والرسول وما جاءنا من الحق ونطمعه أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله جنات الآيات يبقى من أهل الكتاب أمة جماعة مستقيمة على أمر الله عز وجل مؤمنة بجميع الكتب بالطورة والإنجيل والزابور وصحف إبراهيم وموسى والكتاب الخاتم الناسخ وهو القرآن الكريم الذي جعلنا الله تبارك وتعالى من ورثته ولله الحمد والمنى ثم أورصنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ونحن من أمة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وهؤلاء مؤمنون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكمون الليل مرتلين آيات القرآن الكريم فنسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا يعني منوال هؤلاء قال تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يعني يؤمنون بالله واليوم الآخر وهذا من أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره يبقى يؤمنون بالله واليوم الآخر كمان من صفاتهم ويأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذه من الصفات الطيب يأمرون بالخير كله وينهون عن الشر كله ومع ذلك يبادرون إلى فعل الخيرات وأولئك من عباد الله الصالحين فاللهم اجعلنا من الصالحين يا رب العالمين فهذا من صفاتهم ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى هناك في سورة المائدة عن طائفة أخرى من أهل الكتاب ولكنهم كفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يعني شايف الغلط ولا ينهى ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وربما يصادق هذا الذي يفعل هذا المنكر فهو يعني لا بد أن ينصحه بالحكمة والمعزة الحسنة حتى يعذر عند الله عز وجل يبقى من صفات هؤلاء يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كمان إيه ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلي يكفروه والله عليم بالمتقين يعني أي عمل كل أو كثر ما تستألش بالعمل خالص اللي انت بتعمله حتى ولو كان عمل قليل ربما سجد التلاوة ترفعك عند الله عز وجل ليس درجة بل درجات يعني أي عمل كل أو كثر من أعمال الخير تعمله هذه الطائفة المؤمنة فلن يضيع عند الله عز وجل مش هيدع أبدا عند الله تبارك وتعالى ولذلك قال الله عز وجل فمن يعمل مسكرة ثرة خيرا يرى ومن يعمل مسكرة ثرة شر يرى يبقى وما يفعله من خير فلي يكفروا يعني مش هيدع أبدا عند ربنا سبحانه وتعالى ولذلك دائما بنقول اعمل خير اعمل خير ايه واحتسبوا عند الله عز وجل قليل أو كثير بل يشكر لهم ويجازون عليه والله عليم بالمتقين من هم المتقين الذين فعلوا الخيرات وابتعدوا عن المحرمات ولذلك عرف العلماء التقوى بتعريف كثيرة منها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل ومنها ولعله من أجمع التعريف والعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وجتناب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله يبقى وما يفعلوا من خير فلي يكفروه والله عليم بالمتقين عليم بالمتقين الذين فعلوا الخيرات وابتعدوا عن المحرمات ابتغاء رضوان الله عز وجل وطالبا لثوابه فاللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبركة عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب بعض أحكام التجهد في الآيات قال تعالى ليسوا سواء هتلاقي فيك قاف ولام كده هتلاقي قاف ولام قليل معناها دي ايه الوقف أولى مع جواز الوقف أولى مع جواز الوصل يعني انت تقف هنا على الكلمة دي هذا أولى طيب انت أحببت انك انت تصل بما بعدها لا بأس لكن أولى لك أن تقف طيب بنقف على سواء مد عواض سواء طيب لو انا هوصلها حبيت هوصلها هتلاقي هنا تنوين بالفتح جاء بعده حرف ميم والميم من حروف كلمة ينمو يبقى اذا عرفنا هذا حكم ايه اضغام بغنة يبقى بنقرأ كده سواء من طيب من أهلي الحكم ده ايه نون سكن وجاء بعده همزة ونمزة من حروف الإظهار الحلقة المجموعة في البيت همز فهاء ثم عين حاء مهما لتان ثم غن خاء طيب نكتفي بهذه الأحكام والآن مع التكرار بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون ويأمرون بالمعروف ويأمرون ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين